السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي العزاء مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر فيديو النهاردة هنتكلم عن تخفيض السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2020 واللي دخلها في مكانها المناسب وسط المنافسين سلسلة الفيديوهات دي جمعت فيهم كل التخفيضات اللي حصلت في السيارات في مصر من 2019 لحد وقتنا هذا اللي عايز ياخد قرار شراء يخش يتفرج على فيديو العربية اللي هو عايز يشتريها ويشوف فعلا هل الشركة عمل التخفيض مناسب ويشوف العربية دي في الفئة السعرية هل معاها حاجة تانية منافسة لها وهل هي أقوى منهم ولا في أقوى منها وهل فعلا التخفيضات دي تخفيضات محترمة ولا تخفيضات وهمية 3000 و5000 ويشوف هل فعلا فيه تخفيض ولا الشركة اللي هتشتري منها علت السعر ورجع تخفضت تاني زي ما بيحصل في الأوكازيونات في مصر كل دي لازم حاجات تتعمل عشان تتأكد انك داخل تشتري عربية سعرها مناسب وعموما حاليا الفترة اللي احنا فيها فيه تخفيضات كتير والسوق غير مستقر ولا أنصح بالشراء في الوقت الحالي لسه قدامنا وقت طويل علشان نخش نشتري ولسه الأسعار غير عادلة لو عجبك الفيديو ممكن تشترك في القناة عشان تجيلك فيديوهاتنا جديدة ولو حسيت انك استفدت ولو بنعلومة بسيطة ممكن تدوس لايك نبدأ على بركة الله سكودا اوكتافيا من العربيات القوية المتواجدة في فئة سعرية فيها منافسة قوية جدا لكن كانت تسعيرها غير عادل بشكل كبير عشان يخليها قيمة مقابل سعر لكن سكودا عدلت الكلام ده كله وعملت تخفيضات على سكودا اوكتافيا 2020 بشكل رسمي وخفضت سعر العربية علشان تقبل الدخول في منافسة مع عربيات وتحقق مبيعات وسطهم والسعر السابق قبل التخفيض كانت العربية بتنافس اوبل انسيجنيا اللي بتعتبر اقوى من اوكتافيا اما بعد التخفيض دخلت العربية في منافسة مع واحدة من اقوى السيارات في فئتها وهي تيوتا كرول 2020 واصبحت بتنافس شفورلي ماليبو مديل 2020 وبوليكس فاكن جيتة تم تخفيض اسعار جميع فئات اوكتافيا بحوالي 30 الف جنيه والتخفيض على جميع الفئات من الفئة الاولى لاعلى فئة السيارة تبدأ من 360 الف جنيه مصري الى 450 الف جنيه الفئة الاولى بسعر 360 الف بدلا من 390 الف جنيه الفئة التانية بقى سعرها 450 الف بدلا من 465 الف جنيه استمرار الغاء الفئة الامبشن حتى الان الفرق بين التلت فئات الفئة الاولى اسمها اكتف فيها فرش قماش وازاز فمية وجنوت ومسببت سرعة التلت انظمة للفرامل اللي احنا عارفينهم الابس والابد والاسب فيها وسائد هوائية ونظام ثبات الالكتروني ودي نزلة ب360 الف جنيه الفئة التانية الامبشن بلس زادت على الفئة الاولى بنظام زاكي لركن السيارة فيها كاميرا خلفية وجي بي اس حساسات امامية فرش جلد كراسي كهرباء بدلش فتات حساسات خلفية ودي نزلة ب400 الف جنيه الفئة التالتة بتزيد على الفادة كله فتحة ساقف بانوراما نظام زاكي لركن السيارة كاميرا خلفية جي بي اس حساسات امامية فرش جلد كراسي كهرباء بدلش فتات حساسات خلفية ونزلة ب450 الف جنيه سكودا اعلنت عن تخفيض سكودا كودياك 2020 وتم تخفيض اسعارها من بداية 2020 وهنلاقي الكتير من التخفيضات على العربيات كتير جدا زي تخفيض تيوتا كرولا وفيات تيبو نيسان سنترا وكتير من التخفيضات على باقي السيارات هي حرب بين التوكيلات وعايزين يعملوا مبيعات اكتر او يرجعوا المبيعات وطبعا في حالة من الركود بيمر بيها السوق المصري في نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو مفيد اشكركم من حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد